وسط أجواء وحضور مميز نظمت فو الحاضنة الأساسية للشباب المبدع في الكويت بالتعاون مع عدد مرموق من الاختصاصيين في مجالات الفنون والإبداع يتقدمهم المخرج القدير يعرب برحمة كرنفال سمى الدانات في مجمع مروج وقالت الشيخ عهود سالم العلي رئيسة مجلس إدارة فو إن مسيرة المواهب الكويتية فكرة شبابية كاملة بالتعاون بين فو وبرنامج ألوان يعرب مشيرة إلى أن الهدف عمل نقلة نوعية للتدريب ليتحول إلى إطار عملي لتطوير المواهب وأوضحت أن اختيار عنوان المسيرة سمى الدانات للتعابير عن المواهب والشباب الكويتي وتم اختيار فكرته من قبل الشباب لربط الماضي والحاضر من جهتها أكدت الرئيس التنفيذي لشركة فو ريهام العيار إن هذه المسيرة مميزة لأنها الأولى من نوعها بهدف تشجيع الشباب على عمل فكرة وإنجاز جديد مؤكدة أن الشباب قدموا إبداعا كبيرا وهو مصدر فخر بشباب الكويت موسيقى موسيقى أولا أنا سعيدة اليوم جدا في أني أنا أكون في مروج عشان أشوف المسيرة الجميلة والرائعة اللي قاموا فيها الشباب مسيرة المواهب الكويتية تحت شعار اسمه سمى الدانات هذه المسيرة هي كانت فكرة الشباب بالكامل وهو عبارة عن تعاون بين فو وبين برنامج ألوان يعرب مع الكاتب المخرج يعرب برحمة إحنا حبينا ناخذ عملية التدريب إلى نقلة مختلفة مو بس تدريب أكاديمي تدريب ميداني متكامل حق كل المواهب وأصحاب المواهب يعني إحنا مثل ما تفضلته مثلا نقول إحنا المصور هي موهبة الكاتب موهبة المخرج موهبة بالنهاية هذه موهبة والرياضة موهبة فإحنا حبينا ناخذ هذه المواهب وندربها ونطورها فما بالك لما اشتركوا معنا أربعين شاب وشابة من مختلف قطاعات في الكويت منهم طلبة جامعة منهم وظفين ومنهم أمهات يعني هما كان عندهم شغف وكان عندهم هواية وانضموا إلى برنامج ألوان يعرب وهذه كانت خلاصة برنامجهم التدريبي يعني هذه بالنهاية وهو كانت فكرتهم إنهم بيستوون مسيرة تعتبر برنامج وهو كأنه مثل ما يقولك باك يعني نهاية التدريب مالهم وهم حبوا يطلعون في فكرة مختلفة اللي يميز المسيرة هذه إنه هي أساسا الوحيدة ما تسوت مسيرات من قبل ممكن آخر مسيرة تسوت بالكويت احتفالات يمكن بالسبعينات أو الثمانينات إذا ما نغلطانا تسوت المسيرة لأنه إحنا كنا نبين شجع الشباب إنه يسوون شيء يديد يطلعون بإنجاز يديد بفكرة يديدة الوقت كان قصير لهم بس هذا كان متعمد ما كنا نبيهم يخون راحتهم الواحد يطلع أحسن ما عنده لما يكون تحت الديدلاين هم اللي قاموا في كل شيء نحنا عيننا عليهم يبنالهم متدربين من أحسن متدربين من أحسن الاختصاصات بالكويت تحت إشراف الأستاذ يعرب برحمة عدد من المتدربين في الكلام في الألحان في الدزاين في الإخراج في الإيفنت مانجمنت كله ومثل ما قلت لكم عيننا عليهم عشان نشوف شو اللي يقدر يطلع منهم اليوم مو بس أبهروكم أنتو أبهرونا حتى إحنا يعني أول واحد إحنا عندنا ثلاث عروض أول عرض أنا صراحة أنا بتشيت إن عندنا شباب تشذي وشابات بتشذي بالكويت ادمعت عيني كلهم قاعد يتساعدون وكلهم قاعد يساون أشياء أشياء بره للمسلوب ولاحظوا إن هذول كلهم موظفين والتدريب كان عقب دوامهم يعني يطلع من دوامة إي عندنا يتدرب يقعدون ليسا 11 بالليل وكان عاجبهم كانوا حبينا يعني ما كان عندهم أي مشكلة فيها وطلعوا الباكورة اللي طلعت ممتازة